حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد يحدث عن زرارة ابن أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنه قال أيما مسلمين ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة البتة وأيما مسلمين أعتقى رقبة أو رجلا مسلما كانت فككه من النار ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله حدثنا شايم قال علي بن زيد أخبرنا عن زرارة ابن أوفى عن مالك بن الحريث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة ومن أعتقى إمرأا مسلما كان فككه من النار يجزى بكل عضو منه عضوا منه